اشتركوا في القناة التين الشوكي باعتدال هكلمكم عن الفوائد ده مبدئيا كده ولكن لو بنفرط في تناول التين الشوكي هكلمكم عن الأضرار يبقى الموضوع كله متعلق بكم الاستهلاك لو احنا بنتناول ثمرة ثمرتين في اليوم مثلا او في اليوم اللي جبنا فيه التين الشوكي ياسعاد ثمرة ثمرتين هكلمك عن الفوائد لو قلتي لي اكلت 20 حباية تين لوحدك حباية تين شوكي لوحدك هكلمك عن الأضرار سعاد هتقول لي لا اتكلمنا عن الأضرار أنا ست مفترية وبياكل كمية تين شوكي لما بييجي طبق التين الشوكي كده بلهفوا كله بقال فيهنا سعاد ولكن لو افرطنا في تناول التين الشوكي وبالرغم من ان التين الشوكي في الحدود المعقولة بيبقى شيء مفيد جدا ولكن تعالوا نشوف هيعمل ايه في جسمنا التين الشوكي بيساعد على خفض مستوى السكر بنسبة 20% وده من خلال الألياف الغذائية اللي بتنشط استجابة الجسم واستجابة الأنسجة لهيرمون الأنسولين في الجسم وده اللي بيخليه خطر جدا لو زودنا في تناول التين الشوكي لانه ممكن يعمل لنا خفض المستويات السكر في الدم خاصة لمرضى السكر اللي ممكن يتناوله بعض الأدوية الخاصة بتخفيض نسبة السكر فيتناوله المزيد من التين الشوكي وبالتالي يحصل هبوط في مستوى السكر وده اللي ممكن تكون نتيجة عكسية عكس اللي احنا ممكن نبقى حبينه من فاكهة التين الشوكي انها بتعمل ضبط المستويات السكر في الدم بالنسبة للناس العادية ده بالنسبة للضرر الأول الضرر التاني اللي ممكن يعود من الإفراط في تناول التين الشوكي هو مشكلات في الجهاز الهضمي زي التلبك المعوي التهاب القولون ممكن يحدث امساك الإفراط كمان ممكن يتسبب فيه حدوث بعض الانتفاخات كل ده نتجة عن البذور اللي موجودة داخل فاكهة التين الشوكي طيب ايه الفوائد لو اكلنا ثمرتين متوسطين الحجم سعاد من فاكهة التين الشوكي بالنسبة للحامل داخل ثمرة التين الشوكي عدد من العناصر الغذائية المهمة جدا لأي حامل على وجه الأرض على سبيل المثال الماغنيسيوم اللي موجود في هذه الثمرة العظيمة التين الشوكي الماغنيسيوم ده قادر على انه يحميك من الولادة المبكرة لان نسبة الماغنيسيوم لما بتبقى كويسة في جسم المرأة الحامل ده بيخليها اكثر استقرارة من حيث التقلصات الرحمية فده بيخفف حدة التقلصات الرحمية وطبعا معلوم لحضراتكم ان التقلصات الرحمية لما تبقى متزيدة بنبقى قلقانين من موضوع الولادة المبكرة في اي لحظة لذلك دايما بنقول لأي واحدة بتعاني من تحجيرة شديدة من تقلص شديد انها تستشير الطبيب الخاص بها لما تلاقي الموضوع متزايد في وقت مبكر انها لازم تقول للطبيب بتاعها ان ده بيحدث عشان هيصف لها دواء مهدئ لعضلات الرحمية من ضمن الحاجات اللي ممكن تعود على الحامل من تواجد الماغنسيوم اللي موجود فيه التين الشوكي هو الراحة النفسية الهدوء الاستقرار نسبة الماغنسيوم على فكرة لما بتبقى قليلة في اجسامنا ككل رجل او امرأة بيبقى الواحد عنده شعور وميل الى الحزن والاكتهاب في هذه الثمرة العظيمة حاجتين مهمين جدا لتطور عظام الجنين الكالسيم وفيتامين اي والاتنين متواجدين في هذه الثمرة العظيمة ونسبتهم كمان كويسة جدا وده اللي بيعزز نمو عظام الجنين كمان بتحتوي ثمرة التين الشوكي على حمض الفولك اللي مهمة للجنين لمنع تشوهات الأنبوب العصبي عند الجنين واللي بيحافظ ايضا على منع حدوث الولادة المبكرة ثمرة التين الشوكي من ضمن الفواكه اللي بتعزز قوة الجهاز المناعي في فترة الحمل لانه بيحتوي على مضادات الاكسادة بيحتوي على فيتامين سي بيحتوي على المعادن اللازمة لرفع مستوى وكفاءة الجهاز المناعي عند المرأة الحامل وبالتالي تقدر تقوم بها الفيروسات او العدوات حتى البكتيرية وتعتبر فاكهة من الفواكه اللي بتعزز مقاومتك للالتهابات في ثمرة التين الشوكي نسبة بوتاسيوم عالية جدا وخلينا اقول لكم ان البوتاسيوم فوائد عديدة جدا بالنسبة للحامل وبالنسبة للجنين اولها انه بيحافظ على القلب والجهاز العصبي للحامل وبيحافظ على موزن ضغط الدم والمحافظة على صحة الخلايا بالاضافة الى اهميته لعضلة القلب واعصاب الجنين وحدوث اي نقص في عنصر البوتاسيوم بيكون ليه مخاطر صحية كبيرة لو نقص البوتاسيوم في جسم المرأة الحامل المرأة الحامل هتعاني من تشنجات عضلية وهتعاني من مشاكل الضعف العام والتعب والاجهاز كمان نقص البوتاسيوم في الحامل ممكن ان يتسبب في اضطراف في معدل ضربات القلب غير طبعي لذلك معظم الاطباء بيتفقوا على ان النساء الحوامل بيحتاجن الى 2000 ميلي جرام من البوتاسيوم في اليوم على الاقل فلو نظرنا الى القيمة الغذائية الموجودة في 100 جرام من التين الشوكي والتي تقدر تحصل عليها من ثمرة كبيرة او من ثمرتين متوسطي الحجم المهم ان يكون الاتنين وزنهم 100 جرام فهنا تقدر تحصل فقط على ما يقارب من 220 ميلي جرام من البوتاسيوم البوتاسيوم مهم جدا للتشنجات اللي ممكن تحصل كمان في عضلات السقين والتشنجات العضلية اللي ممكن كتير جدا منكم بيشتكوا منها في فترة الحامل البوتاسيوم مهم جدا طبعا البوتاسيوم كمان بيمنع احتباس الحامل للسوائل واحتباس السوائل في فترة الحامل ممكن يعرضها الى التهبات المسالك البولية اللي ممكن تؤدي لا قدر الله اذا لم تعالج الى الولادة المبكرة فضلا عن كده أن التين الشوكي وما يحتويه من عناصر غذية أخرى وفيتامينات ومعادن بتحتويها ثمرة التين الشوكي مهمة جدا لتطور ونمو الجنين بشكل سليم كل ده إذا تناولناه في حدود المعقول في حدود استهلاك متواضع آمن مافيش مشكلة منه على الأطلاق مش هتحصل الأضرار تخفيش من الأضرار الأضرار هتيجي من الكميات الكبيرة ولكن إذا تناولنا الثمرة واحدة ثمرتين الحدود بتاعتنا 100 جرام في اليوم شكرا على كده خدت الفايدة وتجنبت الأضرار حابب أأكد على معلومة مهمة جدا فاكهة التين الشوكي من الفواكه اللي بتباع في الشوارع الراجل الجميل اللي بيبيع فاكهة التين الشوكي للأسف ممكن تبقى أدواته ومش نظيفة وبالتالي وهو بيقطع التين الشوكي بالسكينة الخاصة به وبالإيد بتاعته اللي ممكن ما تبقاش نظيفة بالقدر الكافي ده ممكن يعرضنا للإصابة ببعض الميكروبات وبعض البكتيريا اللي ممكن تأتي من الطعام الملوس وبفكركم في فترة الحمل الطعام الملوس ده ممكن يتسبب لك في مشكلة كبيرة جدا في رحلة الحمل لا تتوقعيها أبدا لذلك يفضل لو قدرتي تشتري فاكهة التين الشوكي قبل تقطعها وتقطعيها بنفسك في البيت ممكن تلبسي جوانتي وتقومي بتقطعها بنفسك عشان طبعا الشوكي اللي فيها وإيانا إن احنا نحصل عليها بالشكل اللي احنا شايفينه شكرا جزيلا وبوصيفة سعاد بلاش بلاش العربية كلها العربية تتين الشوكي حرام عليك أشيخة إياك تكليها حرام عليك سلام عليكم شكرا جزيلا